اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسهل طريقة تسوي فيها مزرعة حيوانات انك تحط سور حولينهم وتحط فوق السور سجاد عشان تقدر تدخل تطلع فوق السور وتخرج ثاني لكن المبات ما يقدروا اذا كنت بداخل كوبويب بتاخذ دمج قليل من انفجارات التين تي او الكريبر الخرفان يقدر ياكلوا زرع ولو كانوا واقفين على نص بلوكات اللي اسمه سلابس البسس والرجل الحديدي ما ياخدوا اي دمج لما يطيحوا من مكان عالي تقدر تستخدم البوصلة بدون ما تاخدوها من مكانها في الكرافتين تيبل اذا كنت انت في الايزي مود او الطور السهل في ماينكرافت وطلق عليك سكليتون من بعيد ما حيجيبك لكن اذا رحت الهارد مود كل الاروز او كل الاسهم بتجيك على راسك على طول مقوت الصعوبة حق اللعبة في العالم العادي لو وقفت على السولسانت حيصير السماء شوية ضلمة كده تحسها كنا ليل لكن اذا اخرجت من السولسانت لقي السماء رجعت زي ما هي الهدوات الذهبية مثلا البيكاكس يكسر اسرع من الدياموند بيكاكس زي ما شفتو الغولد او الذهب اسرع من الدياموند اذا رميت البوشن على فوق يكون في فعالية اكثر في البوشن اكثر من انك لما ترمي البوشن على تحت زي ما انت شافين رميت البوشن على فوق اخذ دقيقة و 30 ثانية تقريبا فنحن اشرب الحليب وبرم البوشن على التحت صار دقيقة و 20 ثانية يعني نقص 10 ثواني فلما ترمي البوشن على الفوق افضل من انك ترمي البوشن على التحت اذا في سكيلتون قتل الكريبر بيطيح الكريبر شريطة غاني اذا كنت بتسوي تراب طائر او بلوكة تراب طائرة في الهواء فتحط حبتين من الزراع وبعدين تحط بلوكات جنبها وتحط هذه البلوكة فوق الزراع وبعدين طبعا تكسر الزراع ويبقى التراب طائر في الهواء اذا حاولت تنام في الاند او النذر بتسوي انفجار كبير باستخدام الصبغات تتغير لون الرباط اللي فرقبت الكلاب اذا كنت بتسوي عالم وتبتغير نوع العالم خليك تضغط shift وقلب بين يعني تغير نوع العالم هيطلع لك شي جديد اسمه debug mode ادخله هذا debug mode اذا كنت في game mode 1 تقدر تشوف كل الادوات والبلوكات والكل شي يعني في مانكرافت موجودة في هذا الماب الصغير يعني حق debug mode واذا تحاول تكسر اي شي حتى لو كان game mode 1 ما تقدر في بعض الاحيان العناكب ما يقدر تسلقوا بلوكات الثلج تقدر تسوي تسميم درج باستخدام صور وعليه اي نوع من السجاد فتسوي درج خرافي وبسرعة تطلع فيه اذا حطيت نص بلوكة او سلابس على الثلج ما بيأثر على الثلج يعني لسه تقدر تتزحلق على الثلج تقدر تسوي سهم ناري اطلقت عبر اللافا وبعدين راحت على اي حيوان وكمان هذا الطريق تنفع في ال pvp فيب فهذا كل شي ان شاء الله يكونوا استمتعتوا سويت لكم giveaway بسيط تحت نسخة مايكرافت حطوا اي تعليق في التعليقات يعني وان شاء الله تنضموا على طول ال giveaway فالفايز هو شخص واحد الله يوفقوا يعني والله يوفقكم كلكم واشكركم مرة ثانية على عشر الاف مشترك ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة